طيب ايه المشكلة الاساسية اللي موجودة في النادي الاهلي المشكلة الاساسية قصة محمود عبد المنعم الشهير بكهرباء بعد ما حدث في مباراة طلاع الجيش ورفضوا مصافحة موسيماني وردوا بشكل مش لطيف وموسيماني قال اللعب مش موجود معايا وادارة النادي استجابت وقررت ايقاف الكهرباء لمدة شهر كهرباء من ساعة المشكلة لحد اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي يعني بيحاول بكل الطرق هو في التمرين وانا برضو كنت انفردت هنا لحضراتكو انه لن يتضرب مع الفريق الاول لكن هيتضرب مع مسؤول من الفريق الاول فالبتمرن مع طارق عبدالعزيز مسؤول اللياقة داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي بيتمرن معاه وبيحضر في النادي كل وقت وتمام التمام وعنده موعيد وبيتاخد عليها غياب وحضور وكل حاجة لكنه عايز يتمرن مع الفريق كان من المفترض بعد مباراة بيتا انه هيحصل قاعدة مع شناوي حيتحرك في هذا الملف لكن طبعا التعادل احبط المعنويات شوية لكن حصل كلام كتير ما بين يعني بعضا من اللاعبين وبيتسو موسيماني وبدأت القصة تنفرق قليلا يعني بصيص من الامل كده يعني ناحية العلاقة بين كهربا وبيتسو موسيماني الراجل وده صرح بيه معايا كابتن سيد عبدالحفيز قال انا ما بمنعش انه اللاعيب ببقى موجود ده تدريب كهربا ده كأنه واحد نازل ماتش بكر يعني ده على فكرة الازمة كما هي لم تنفرج يعني انا بكلمكم ده لم تنفرج لانه هو من حق ان يتمرن من حق ان يكون معاه مدرب وعقده في النادي هو يعني تقبل الغرامة وتقبل الاقاف بنسبة مية في المية لكن عايز يعود للملعب للتدريب مرة تانية الراجل موسيماني يعني حسب كده ما اشيعه وما تردد يعني انه خلاص بعد فترة الاقاف وكابت سيد عبدالحفيز كان واضح جدا انه الشهر حيتم اقافه بالكامل لن يتدرب مع الفريق قولونا بقى ماتش تراجيش كان امتج معا عشان نعدلكم ودخل في اسبوع كده فات يعني اسبوع من الاربع اسابيع وبالتالي خلاص يتبقى له ثلاث اسابيع على العودة قالك امتسال التزام عدم اصطناع اي ازمات مجددة وينزل عادي التمرين قالك ده بالنسبة لي خلاص ينزل التمرين واخد عقوبته وقالك انا انا مش جاي عشان ادبح اللعيبة هنا انا بالعكس انا انا دول ولادي كلهم وانا ممكن ادي فرصة بس اه حسن السير والسلوك تعهد يكون اه كامل الادارة توافق على هذا الطرح طيب جميل طيب وهو كان الاقاف تمانية وعشرين فبراير النهاردة تسعة مارس لا ده عد شوقات عشرين فبراير الشهر ده كانت هنا عشرين يعملوا دخل في الاسبوع التانية يعني هانت بالنسبة له يعني بس هيغيب عن مبارات كتيرة جدا هيغيب عن الاسماعيليو هيغيب عن فيتا وهيغيب عن هتاخد سنبا هيغيب عن مبارات كتيرة جدا اه محمود عبد المنعم كهرب طيب الناس هتسألني الموسم اللي جاي هيحصل ايه الامر الان في حالة من عدم الرضا اه المشكلة اللي كانت مع الشناوي المشكلة اللي كانت يعني مشكلة الشناوي كانت اهمها وكان خصم مبلغ كبير جدا جدا منه وبرضو اكبر اكبر خصم في تاريخ الكورة المصرية حصل ليه اه اه كهربا ورجع وجاب جوان وشارك في كاس العالم الاندية وشارك في افريقيا في النهائي وشارك 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 يعني فده سيترك لادارة النادي محدش هيقدر يقول حاجة الوقتي الا ما يشوفه موقف قهرباء من العودة موقفه ام بعد العودة لما ينزل بعد اقاف الشهر ينزل التمرين وتبقى الحالة عنده اه طرقا بقى هيبقى يعني تحت الميكروسكوب زي اه ما بيقولوا ومسلمان يأحل هذا الملف الى ادارة الكورة هي تحسم اه هي تحسم القرار اه هو ليه متطلبات فنية بيحب انها اه تتعامل من خلال العناصر اللي عندها الموهبة اللي عندها المهارة لكنه مهم جدا بالنسبة له اجواء الهدوء اجواء الاستقرار جوا الفريق من غير فوضى ولا مشاكل ده